اعتبرت عدد من وسائل الإعلام الوربية أن الرفض النهائي من قبل محكمة الاستئناف في لندن لتحرك المضمات غير الحكومية الموالية للانفصاليين WSC ضد اتفاقية تجارة المبرمة بين المغرب والمنلة المتحدة يبرز الإخفاقات المتكررة لصاحب المصلحة الحقيقي المحرض على للنزاع حول الصحراط المغربية وأكد البوابة الأوروبية أن المحرضين وعلى الرغم مسعيهم المغرضة فشلوا في محاولاتهم لإقناع العدالة البريطانية بإعادة النظر في اتفاقية التجارة لما بعد البريكسة المبرمة والمدعومة من كلا المملكتين وبحسب البوابة الإخبارية فإن هذه الانتكاسة الثالثة منذ دجنبر الماضي لأعداء الوحدة الترابية للمغرب تأتي لتأكيد صحة اتفاقية الشراكة القائمة بين البلدين والتي تعود بالنفع على الساكنة وتحفز تطور جميع مناطق المملكة من الشمال إلى الجنوب من جاتها اعتبرت بوابة نابي إيو أن قرار المحكمة العليا البريطانية له ميزة تعزيز اتفاقية الشراكة المبرمة بين المغرب والمملكة المتحدة بالنظر إلى أن القاضي البريطاني أكد في دجنبر الماضي أن الاتفاقة بين البلدين تتوافق تماما مع القنواني للدولي جدلت وسيلة الإعلان على أن الحكم يؤكد شرعية مبادرات المملكة في قليمها الجنوبية وتوافق استغلالها لنوارد الطبيعية مع القانون الدولي من جانبها أوضحت إيو بوليتيكال ريبورد أن المبادلات التجارية بين البلدين ما فات التنمو بشكل مضطرد منذ إبرام الاتفاقية حيث بلغت التدفقات الثنائية ما قيمته 2.9 مليار جنيه استرليني في الربع الثالث من العام 2022 أي بزيادة قدوها مليار جنيه استرليني مقارنة مع نفس الفترة قبل عام واكرت البوابة الإخبارية أن الاتفاقية تستعيد في سياق العلاقات الثنائية جميع الميزات التي منح البلدان لبعضهم البعض في إطار التفاقية شراكة بين المغرب والاتحالي الأوروبي ما يضمن استمرارية المبادلة التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة بعد 31 دجنب 2020